تأييد للإحتجاجات تحذير من الفوضى وتهديد بإيقاف تصدير النفط موقف السلطة المحلية بحضر موت من الأحداث المندلعة في المحافظة على خلفية انهيار العملة وارتفاع الأسعار وهي الأحداث التي ارتفعت وتيرتها باتجاه تحميل السعودية والإمارات مسؤولية الانهيار الاقتصادي الأمر الذي شكل إحراجا للسلطة المحلية وجعلها تقع بين عتب التحالف وغضب الشارع عناصر من دسة وهي أكيد قليلة جدا استغلت هذا الوضع وقامت بعمل تخريبي عمل همجي عمل يسيء إلى حضر موت يسيء إلى السلطة يسيء إلى المواطنين وسعوا أيضا للتحالف قيادة السلطة المحلية أدانت ما أسمته بالإساءات للعلاقات الأخوية مع التحالف واعتبر محافظ محافظة حضر موت فرج سالمين البحسني الأياد التي مزقت صور قادة التحالف مندسة تسعى لخدمة الاستخبارات الإيرانية بدى موقف المحافظ بنظر محللين أشبه باعتذار غير معلن للتحالف وهو الموقف الذي ذهب باتجاه امتصاص غضب الشارع من خلال اعتبار مطالبات المواطنين مشروعا وأكد البحسني تأييده للمظاهرات وتكليف قوات الأمن بحمايتها الموقف الرسمي لقيادة حضر موت لم ينحصر في تأييد المطالب السلمية للمظاهرات بل تعداه إلى اتخاذ إجراءات عملية منها منع تجار حضر موت من استحداث أي زيادة في الأسعار ومنحهم العملة الأجنبية للسيراد المواد الأساسية بالإضافة إلى تهديد بإيقاف تصدير النفط يجب أن نقولها بصريحة العبارة أنه لا يمكن أن يموتوا مواطنين جوعا ويموتوا مرضا والنفط يصدر من حضر موت ولا يستخدم هذا النفط لخدمتهم تهديد المحافظ إيقاف تصدير النفط من المسيلة في حال عدم اتخاذ الشرعية إجراءات جادة لتدهور العملة وارتفاع الأسعار أثارت تخوفات من احتمال وجود أجندة سياسية وراء القرار خصوصا وأنه أتى في ظل فوضى كبيرة تعم المحافظات الجنوبية وهي الفوضى التي وصفها رئيس الوزراء أحمد بن دغر بكونها صراع بين من يريدون السعادة الدولة ومن يعملون لصالح أجندات خاصة